من شو طلعت متسممة؟ اللي صار ما له أي علاقة بالأكل أو الزينة في حدا حاول إنه يسمم بنتك زهرة عن أسط والمادة اللي ظهرت بالتحليل ما ممكن حدا يجيبها إلا إذا بيشتغل بالتمريد يعني أنا مالي حابة يظلمة بس ليلة كانت تشتغل بهالمستشفى من قبل ممكن تكون دبرتها من حدا من رفقاتها موسيقى 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 ليلى قومي بقى صارت الدنيا الضهر يلا قومي يلا كلي لقمة وسحسح شوي يا الله دخيلك لا لا ابني ابني لا 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 فيه شي مطبيعي يا مي شفت عدنان وسألته عمي وين مختفي قال لي أنه راح على قضنة بده يجيب بضاعه بس أنا سألت ما حدا شافه يعني الشماعة اللي كنا نشتغل معهن هنيك قالوا لي أنهن ما شافه عمي هو جزء من اللعبة ولا لا ما بعرف بس فيه كسب كبيري عم بتلفه الدور معك حق يا ابني بهي كمان مانا طبيعي كل ما ستك قالت لوينه غانم أو حاكي بهي بتغير الموضوع طيب أمي لك فنجان قهوة لا تدهي أنه ماصرة رئيس بلدية سنة جاية بترشح حالك بنتي مو سنة جاية لسه بعد أربع سنين وقتها بنتي الصغيرة الأمورة راح تصير صبية كبيرة ورح تعمل القهوة لأبوها ماشاء الله لك يسلي بإيديك يا روحي يسلي بإيديك على ه الفنجان إشى بوقته يصنبه لك ألف أبروك يا أبن عمي ألف أبروك لك 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 عم إه حالك شوية رح تشرنا على شو عم تمارك لي بعدين لك يا أبن العم اتشرفوا أنه في تلاعب كبير تفرز الأصوات ورح ينعاد الأحصاء من أول وجديد وهذا بيعني أنه عندنا فرصة هلأ وممكن كتير تكون الأصوات الأكتر إلك وفي هالحالة ممكن انت تصير رئيس البلدية لك ما عرف ما عرف انك عمينا لعمل تلكم تلكم محابرة كبيرة كارم تضي ما حيضل شيء بدل قبل كل شيء رح يكون احلى واحلى الرئيس رشيد كارا يبعث من الرمال الله رئيس البلدية مخرى من عمي تفضلي ستي لورين ليلى خانو لوين رايحة من عند هالصباح؟ رايحة اتمشى شوي ولكنك عزات فوت يا ابن شرب لك شيء شغله لا أمي يسلم رستوم ممكن شوي؟ مور أغا فيشي اخبار عن عمي؟ لا أغا صرلي يومين ما شفتوه طيب يسلم كيف صرتي؟ أحسن بكثير عمو عزة شكرا رح تفوت شوي لعنا؟ لا هالفترة كتير مشغول خاطرك أمي أنا رايحة السوق وماني غاجع ابني منيح دكتورة؟ ما صر له شي ما هيك؟ أنا بعتذر منك مع الأسف حضرتك أجهضتي لا أنا ما بنتي نزله مستحيل طولي بالك كان رح يصير عنا ولده راح ابني أنا وعدنان خلاص راح وكان رح يصير عنا ولد ابننا نحنا اتنين أمي 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 إن شاء الله والجنين كيفو؟ هو منيح؟ كمان منيح بعد إذنكن رح نطلع نرتاح شوي إيه خدوا راح تكون وزهرة شو ما بتشتهي من أكل أو حتى شرب فاطمة بتساوي إسلم رشيد كارا أيوه رشيد كارا فارف 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 يا ابن العم Situation آحمد شاهين وهلأ رح أعلن النتيجة رئيس البلدية الجديد رشيد كارا محور كل جانب عقوة خير Bryceر حامل صار رائع بلدي وصار مسؤول كبير عقوة خير رائع بلدي طبلوا بالكم يا جماع أروا وأما في أي مشكلة حقا دار ما عصتين منرجع حان نتافس ميد أهلا وصلاة فيك يا أخي معلش ما لكم بطيب مصير صحيح كنتم ناح بس إحنا كنا أحسن بكتير خالي فاطمة ليلى بالبيت لا ما أنا بالبيت طلعت من الصبح بكير خير قالت لك لوين بدا تروح لا بنتي معقولة تقلي إلي من مبارح ما حدا عم يسترجي يقرب منا أبدا قالت رايحة شم هوا وطلعت مستعجلي وما قالت لوين طيب لمشارة فاطمة قولي لي مبروك الله لك رفحت أنا رفحت يا فاطمة البانطول اللي جبتلك قال جديد ابت لمسيب الضبطي حالك وفقلة تحت على سنكة تحجرها بنتنا أطلع قدم الشاب شو يلي ربحتو عندي ألف شغلة يلا قول ماني فاضي طلعك لك شو ربعت بطرنيب لك أنا صارت رئيس بلدية هارمالي اعتبارا من اليوم ربعت رئاسة البلدية فاطمة خطيمك صار بسؤول موسيقى 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 وبرج على عند حضراتكم هم استكحالي؟ كل شي وعدناكم في حمل الانتخابية رح يتحقى إن شاء الله آسفة تأخذت علي لا يا عمري ما تخرتي المهم أنك وصلت أخيرا ما شاء الله انطلعت أخير حائل يا درساني يلا خلينا نعمل شي سوا ونسلم على أهالي يلا لا أنا بخجل ما بقدر سوي هي لا إذا متنسي شي اسمو خجل أعطي بقرأنا من اليوم خطيبك صار رئيس بلدية رح تفتخري وترفعي راسك في كمان وترفعي رجعك لك أنت كمان قلت مهمة مثلي لا تخشلي يلا يلا تعيي عن إذنكم يا جماعة تفضلي تفضلي مدى ابن هرمنلي الموعود الشخص اللي رح ينفس كل وعوده ازياد رشيد كارا شكرا راشي 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 يلا 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 راشي راشي تصفيق خضراتنا فتشكركم جميع إيدي كليني سفقاتي وصوتت لي اليوم جابت لي البركة من رب العيالي نعم نعم يا جماعة نعم قلنا صوتنا ما بيفرق عن بعض بس الخصم حاولي يلعب ويمنعني من نوصول للمنصب خلال بعض الألعاب والحيال بس هو صار بإرارة شعب هرمن لكشفة الحقيقة نعم نعم هو عد الجميع وأنا عن كلمتي مسؤول راح نكون عن مسافة واحدة من الجميع راح نحتوي الجميع بنفس الطريعة خدماتنا ومشاريعنا راح نبلش فيها وما حننسى شيء الصوت طول العطاطون إياها راح ترجعتكم بالكهرباء الميت راقات جسر المشادة عن فاق كل شي حلو يا اللهي فتشكركم جميع من كل قلبي راح نحقق ونبني هارمالي لمستقبل مبهر عظيم راسد 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 يا سيد موسيقى 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 على حركات وما بعرف شو فاطمة كمان مانا هون حتى تساوي لنا قهوة قلنا زمان ما شربنا القهوة من ايديكي بهية اي والله شتقنا لقهوتاك ما هيك مرت عمي لوري؟ ايه معك خق طبعا يلا بهية قوم يعملين في مزان قهوة من تحت ايديكي ابني 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 اه 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 خالي ليلى شوفي كأنك موجوعه روحي من وشي يا فصوني نلعي مرت عمي با هي مخبية شي غانم آغا صار لنا فترة ما عم نشوفه ما حدا بيعرف عنه شي وبا هي شو بدا تكون مخبية عنا زمروت الصبح حكت معه ضمنتنا عليه مرت عمي عم بتقول انه حكت بس ليش هو ما عم يحكي مع غيره ها ده هو فاطمى انتي ليش ما عم تفهمي علي ابنك حياته بخطر وهو لازم يعرف في ناس عم يلاحقوك لا تحاول تلعب علي منصور ابنك الله يرحمه وما عندي ولاد بنوب هاد اللي عندي لا تنطلّي على رايح والجاية راح نصير أغنياء كلنا وراح نعمرها البلد شكراً شكراً الله يرضى عليكم جميع راح ننقل هارمانلي المستقبل إيد بإيد كتفة بكتف وانطور على المستقبل المبهر هذا هو رابط العم تصفيق نعم هذا هو اللي كلنا بنحلم فيه رئيس بلدية هارمانلي رشيد كارا صوت المستقبل شبهك رئيس بلدية دمع تنفيق لرئيس بلدية راشيد 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 على شو عم بتلمحي زمروت؟ إذا بتعرفي شي يلا قولي لامرت عمي أنا ما بعرف شي أبداً بس انتي بتعرفي أنهم كل فترة بيتخانقوا وممكن يكون غانم معصب منها وما بدي يجي على الأصر بصراحة هاد معنى موضوع خنا قبل الرجال ومرتو باي بتعرف شي وما بتتحكي راشيد 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 راسي! 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 عمي وينو؟ شو عم تعملي بغرفتي؟ شو هاد دوا؟ شو هاد؟ ما دخلك؟ شو هاد دوا؟ هم؟ بيخصك إليك؟ جاوبيني هاد دوا بيخصك؟ ايه حاش بقى أخذت راحتك وبلشت تنبشي بغراضي طلعي من غرفتي فوراً انتي ليش عم تاخدي هالحبوب؟ لشو بي رأيك؟ فيتامينات الدكتور كتاب لي ياهن هاتيون طيب مداما فيتامينات تخدي حبة خديها بتفيدك يلا مين انت اللي تسألني؟ أبي راح على أدنى عم يحل موضوع الشغل ومع مين هذا الشغل؟ ما دخلك؟ شي ما بيخصك فهمني هلأ عمي مع مين راح يحكي بالشغل بأدنى؟ يلا خديها هذا الفيتامين بيفيدك يلا خديها هذا الفيتامين بيفيدك يلا بعقوبتك انتي انتهتي ملاك ملاك واقفي اسمعيني شوي رح اشرح لك كل شي ملاك شو بدك تشرحيلي اه؟ قديشك وحدة مشرمة؟ هالحبوب حاولتي تقتلي يا زهرة وتتخلص من الجنين اللي ببطنة؟ ما في بقلبك زرد رحمة؟ انتي فهماني غلط الوضع معنى ومتل معنى كم فكرة؟ شو اللي فهمته غلط؟ زهرة كانت رح تموت من وراء أنانيتك وحقدك؟ بأي حق عم تحكي معي هيك؟ ها؟ نقلع من هون على مهلك شوي ليش عصبت نسؤالي وانتهيقت؟ لأنه ما عندك جواب؟ انت زودت ولكن إليع شو عملت بي عمي؟ احكي حطي القهوة وعدي شوية بهية عاوزتك شو في مرت عمي؟ شو اللي صاير بينك وبين غانم؟ شو مخبين عنا؟ شو بدي يكون صاير مرت عمي؟ أنا رح أفضحك قدامون شو مخبين عمي؟ شو مخبين عمي؟ شو مخبين عمي؟ شو مخبين عمي؟ مين هالصوات؟ هاي ملك؟ هات صوت أو أنا بعرفه؟ أنا رح أحكي لك كل شي خلينا نقعد ونحكي؟ ما ضل شي لنحكي فيه فهمتي؟ هاتي ملك، هاتي، هاتي، هاتي وافي، هاتي العلبي وافي تركيني؟ ليلة ليلة، 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 رد علي يلا طيق، شو فيه يا باهية؟ شو صاير مع ليلة ليلي؟ ليلة، الله يخليك يردي علي بنتي قوليلي أنت ميحة كنا، كنا واقفين عم نحكي وفجأة وقعت هي كيف وقعت ابن عبدرج، يلا أحكي بس ما وقعت لحالي بلكي لأنه حامل، وداخته وقعت بدون ما تنتبه، ها؟ مهيك ليلة؟ ملك ملك هي اللي دفشتني من عالدرجة شو؟ قل لي عمي وينو؟ لك عم تسألني وكأني أنا اللي مخبي لأبي، عيبها الحكي أنا ما بستغرب بينك شي، أنت واحد عناني، وكرمال مصلحتك بتبيع أبوك وكل عيلتك أنت بتعرف منيح أنه أبي وقت طلع من هون راح على أضنة أنا اتصلت بسبون بأضنة، عمي ما نهنيك بمين اتصلت؟ مين هذا الزبون؟ أصلاً، نحنا بغيابك عملنا صفقات جديدة مع أضنة، وأنت ما عندك خبر طيب إذا هيك، خود اتصل بهذا الزبون جديد تبعكم، خليني اسمع صوته، إذا عمي عنده هلأ، أنا راح هتزير منك فوراً يلاً ملك، هي اللي دفشتك من عالدرجة ليلة، أنت شو عم تقولي؟ ما كفاك اللي عملتي؟ بدك المخلوقة تسقط كمان؟ أنا ما عملت لها شي أبداً، هي اللي ضحتت ووقعت لحالها طلعت لشوف شو بده مني، قامت دفشتني قبل ما أحكي كلمة، وصارت تضحك كمان حاولت كثير إني اتوازن، بس ما قدرت لا الله أنت كذابة، أمي أصلاً مستحيل تعمل هي أنت الكذابة وليه؟ أصلاً أنت وأمك مثل بعضكم يا الله شوي شوي إن شاء الله ما يكون صر له شي للولاد اللي ببطنك وليلي شو اللي عم يوجعيك بنتي؟ بهي، هي لازمة دكتور بسنعة بلا الدكتور؟ يا ربي دخيلك منين بتجينا هالمصايب؟ رح أخذك على المشفى أحسن من الدكتور عم توجعك تقري يا مرت عمي آه بطني قولوا لرزتوم يجهز السيارة فوراً يلا با هي أنت اللي رح تأخذيه على المستشفى، يلا ما في لزوم أبداً للمشفى، يمكن بس ارتاح شوي رح أتحسن أنا لازم اطمن على حفيدي شو صار فيه، يلا أمشي أنا رح أخذه ليلى، لا تخافي بنتي أنا ماني مضطر أثبت لك أي شي عزت لما بقل لك أبي بأضنة يعني بأضنة، أنت حر تصدق أو لا؟ سمعني يا عدنان، قبل ما يختفي قال لي أنه رح يحكي معي بموضوع كتير مهم ما بعرف أنت لشو عم بتخطط بالزبط، بس إلا ما أعرف هذا الشي أكيد موسيقى أمي عدنان، لو تعرف شو صار، ليلى وقعت من على الدرج وهلأ رايحين على المشفى، وهي كتير تعباني طيب أمي، أنا جاي فوراً لا تأخذني على الذات، مرت ليلى أصعفوه على المشفى تعرف مو حلوة جوزة ما يكون جنبها، يلا بخاطرك موسيقى موسيقى ليلى كانت بدي تسممها لزهرة كيف يعني بدي تسممها؟ أنت شو قصدك، يلا أحكي أنا لقيت هذا الدواء عند ليلى بالقوضة، وكنت جاي لعندكم مشان أحكي لكم، ليلى وقتها حاولت تتوقفني، قام طلعت وراي على الدرج ووقعت شو هو هذا الدواء؟ زهرة، ليلى حاولت تشربك منه غصباً عنك؟ لا مو هيك، بس شربتني عصير الدكاترة بالمشفى شخصوا حالة زهرة على أن تسمم غذائي أنا لما أجيت على البيت دورت كل مكان ما لقيت ولا شي غريب أو مومنيح بعدين قلت لزينب يا ريت إنك ترجعي تعيد التحاليل ولما طلعت النتيجة تبين إنه زهرة متسمم بهذا الدواء يلي بإيدك يعني ليلى غيرت نتيجة التحليل وكنتك المحترمة يلي بتسقي فيه كتير حاولت تقتل بنتي ويلي ببطنة كمان يا رب إدخي لك يعني ليلى معقول يطلع منك لهالشي؟ مرت عمي، ارتاحي أنت أنا بفوت لحالي ما بيصير تكوني لحالك تعالي هي بتكون كنتي وقت من على الدرجة من شوي وهي حامل بدي اتطمن ممكن تعطيني الهوية؟ ما أنا معي لك أنا عم قللك كنتي حامل وتعباني وأنتي عم تسألي عن الهوية؟ وين الدكتورة؟ مو بس هيك، في شغلة تانية كمان قبل ما تمرت زهرة بشوي، ليلى كانت أخذت لكاسة عصير أصرت عليها أنه تشرب وعصبت لما قالت له ما بدي احتمال تكون حطة من هاد الدواء بالعصير كمان أنتي شو عم بتقولي؟ أمي حكية مضبوط خالة ليلة اجت لعندي عالغرفة قالت لي لازم تشربي من هاد العصير وأصرت كتير كمان قلت له أنا ما بدي اشرب بس عصبت علي لك مين بدي صدق بهالبيت؟ بمين بدي يقوسق والله ما بعرف من جهة في عزة وعدنان ومن جهة تانية انتو صر لي ساعة واقفة قدامك وعم حاول فهمك الموضوع الليلة واحدة وسخة كتير بكفي انها حاولت تقتل بنتي زهرة والولد اللي ببطنة يعني انتي أحسن؟ مو حضرتك أخطية لبنتك لحتى تنزل الولد وتقتلية ملك خانهم؟ الحمد الله ما في شي خطير يعني مجرد ردود بسيطة أنا هلأ رح أكتب لك على الدواء وبتاخديه بوقته بس لو سمحتي بدي أطلب من حضرتك طلب أجهضت من كم يوم وماني قدراني أحكي لا لمرت عمي ولا لزوجي كمان لأنه إذا عارفوا بيقلعوني بما أنه هالحادث صار قدام عيونهم بترجاكي تقولي لمرت عمي إني أنا أجهضت بسبب هاد الحادث أنت أكيد عم تمزحي يلا تفضلي لا تورطيني بمشاكل أنا مالي فيها كرمال الله تساعديني بنوبك سواب أنا قلبي محروق وما حدا حاسس فيني ما رح أنسالك هالمعروف أبدا أحسن ما ينخرب بيتي واتطلق لو سمحت يا خانهم يلا قومي عندي شغل يسلموا إيديك عزبناك معنا دكتورة كيفك أنت منيحة؟ الحمد لله ما في شي عندها ردود بسيطة أي منيح؟ دكتورة لو سمحتي الولد كيف وضعه منيح؟ أساساً ما في ولد يا خانه كنتك رح تحكي لك كل شي صار معه مع البشر ليلة؟ اللي حكيته الدكتورة مزبوط؟ فاهميني شوفي مرت عمي كل هالشي صار من ورا الحية ملك أنت سقطتي؟ يلا حكيلي شبك ساكتي يلي بتخاف على حياة بنتها ما بتاخدها مشان تنزلها ابنها أنت كنتي نحتقتلي روح عاملة حالك أم ومربيت أجيال أنا كل شي عملته أصلاً كان كرمال مصلحة بنتي وصحدة زهرة بعضها طفلة وجسمها ما بيتحمل الولادة وإنتي بتعرفي هالشي كمان سمعتك بما في الكفاية لكن أي شي بيصير لليلة أو لابنة أنت لحالك بدك تتحمل المسئولية عم تفهمي؟ كل اللي كنت أحلم فيه أنه يصير عندي ولد أنا وعدنان قبل ما يولد ابنة لزهرة لهي قررت أني سميم زهرة فوراً ولما عرفت ملك جنج نانا ومشان ما تحكي ركضت وراها لحقت على الدرجة مشان تسكت بزحتت رجلي ووقعت وبتعرفي الباقي الله يلعن هالحظ الله يوفقك لا تحكي لحدا كل هالشي عملته مشان عدنان يحبني بترجعك تساعديني خلينا نطالع ملك من البيت ونرتاح بقى خلينا نتفق على شغلك رح نقول إنه ملك هي اللي دفشتني وخلتني ساقت الولاد وهيك ملك بتطلع نهائياً من حياتنا ومنخلص مننا على الأخير شو رأيك؟ مرت عمي الله يخليك يوافي عزت آغا عزت آغا بس دقيقة خير يا فيصل لا تواخذني يا آغا أنا من غير قصدي سمعت حديثك أنت وعدنان آغا ودايقت كتير والله أنت بتعرف غلوتك وجمالك ما بدر انسها وبوقت ديقتي شغلتني هون وما قصرت معي أبداً العفو ولو أنا عملت واجبي مو أكتر آغا أنا ما كنت بدي إلك بس بصراحة عدنان آغا عم يكذب عليك الشركة اللي بيقضنا ما إجانا منا ولا زبون جديد وكل اللي هنيك عم يشتغلوا مع شركة منافسة بعرف طيب خبرني أنت قدرت تحكي مع عم شي لا أبداً بس بآخر فترة لما كنت شوفه كان يظل يتخانق هو وعدنان آغا حتى بمر من المرات كان ماسكو عدنان آغا من أب طميصه بس أنا ما سمعت حديثهم لأني كنت بعيد بالأم أنا سأطل الولاد ملك هي اللي أخذتوا مني أمي أنا خايفة كتير منهم يعني ليش هنقمع بيصدقونا وليش عم تمشي عليهم أكذيب الخالي ليلة على طول ما بعرفوا حياتك والله ما بعرف أمي إذا الخالة اللي لو سقطت الولاد رح يتهمون إلنا بهالشي وما رح يرحمونه أبدا وقته شو رح نعمل أمي حياتي أنت لا تفكري بهالموضوع هلأ أنا رح لاقي طريقة أشرح لهم فيها يلي صار أكيد طول ما أنت متأكدة أنك على حق بحياتك ما تخافي من شي بهالحياة بعدين إحنا ما عملنا شي أنت لبقات الدايئي ماشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة